تخبط تركي عاقب قصف منظومات دفاعها الجوي في قاعدة عقبة بالنافع فبعد إقرار أنقرة بالحادثة ونشر وكالة الأناضول التركية خبر القصف قامت الوكالة سريعا بحثف الخبر إضافة إلى أن أنقرة لم تنفي الأنباء عن مقتل عدد من القيادات الكبيرة لها جراء القصف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة أكد أن قاعدة عقبة بالنافع تعرضت لتسع ضربات جوية أصفر عنها تدمير منظومات صواريخ مضادة للطيران وعدد من الرادارات بالإضافة لاستهداف جنود وضباط أتراك داخل القاعدة وأشار مدير إدارة التوجيه المعنوي إلى ورود أنباء عن مقتل أحد القادة العسكريين في الجيش التركي الموجود في ليبيا في الغارة الجوية وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام من القصف صورا ومقاطع فيديو لشاحنات عسكرية تركية تنقل منظومات دفاع جوي كانت في طريقها إلى قاعدة عقبة بالنافع ليتم بعدها تدمير المنظومات التي قامت تركيا بتركيبها قبل يومين من القصف والذي يقدر ثمن الواحدة بـ 45 مليون دولار كما أنها تحمل ثلاث سواريخ ثمن كل ساروخ منها 250 ألف دولار وليخيم على أنقر الظلام بوصول جثامين عدد من ضباطها وقياداتها الذين جاءوا لغزو البلاد في حلم السيطرة عليها وتحقيق أطماع سلطانهم العثماني بذريعة دعم حكومة العمال والخيانة لتكون ليبيا مقبرة لهم وللمرتزق الموالين لهم كما هو الحال الذي تتعرض له ميليشيات السراج على يد القوات المسلحة لقناة ليبيا الحدث بو بكر العقلي شكرا